والرحيم وبحمده نستعين ولا علوانا إلا على الظالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك علما نافع ورزقا واسعا وشفاء من كل ذلك ونبعوك وأنت أعظم من دعي وأشهد من أعطم أن تفرج كرب الأمة وأن تذهب عنها الأمة وأنت أجعلنا من عبادك الهداد المهديين أما بعد الأخوة فتعلق بنا نحاول الإجابة على سؤال يخطر على بالكثيرين منهم وقد تكون قد سمعت جوابا ولم يروي ومارك ولم يشفي غليل في هذا المنهى أو هذا الانتجاه وقد كانت كالتالي أليس الله على كل شيء قدير الجواب البسيط طبعا نعم على كل شيء قدير لماذا خلق السماوات والأرض؟ والكون هذا في ستة أيام؟ ثم استوى على القرش ثم يستوى للتعقيم بعد أن أدى واحد من ثلاث الأخريع في المراحل في المرحلة الأكيرة ثم استوى على القرش لماذا لم يخلق هذه القرى كلها فيه فهو قادر إنما أخوه إذا أردنا شيئا أن يقول الأرشوب كن فيه حتى العلماء هؤلوا كل من كننة بحرفين كخنون هي رقف جريان النفس وإثراج اللفظة بل إن الله تعالى قادر على فعل الشيء قدير انتلقوا بهذه الحرفة يعني الأقل من المحي المصر نعلم أنه سيدنا سليمان الحكيم رئيس سلام لما أراد أن يأتي بعشق القيس من اليمن إلى بيت المرس وكان يأتي الجن طبعا فقال طاهر من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم بالمطاب قال رجل آخر من الصالحين من عباد الله اللي ربناك رحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أن أتيك به قبل أن يعتد إليك طاف لنهوة واسع ثاني هو إنسان طب إذا كان قدرة الإنسان المخلوق قصر أكدا فببالك قبل من الذي خلق الإنسان أبوصا شيء؟ أبوصا فبدو طب إذاً يا جماعة ما الذي يريده الله عز وجل منها أن نتعايا منه في عملية امتداء عملية الخلق من الشيوم يوهي ثلاثة بقل ستة أيام ثم القرآن انتهي بنفسه فليس الله بطادرة أن ينسلهم كلهم في أحضار على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالضرير والضرير طبعا الصالة الدين وجواء عليه الدين أكثر طب ماذا استمرت عملية نزول القرآن مش سنة شهر شهرين سنتين ثلاثين عدم عدم ثلاثة وعشرين سنة غلق القرآن يريم ينسلهم والله قادر أن ينسلهم في الأخطاء وخلص ليخذي الناس بذلك الرسالة والشرائع والقوالين لماذا لم يفعل الله ذلك هل فيه هذا منع حاجة يفعل ما يشاء ما يريد الملك ملك والخلق والرسالة ورسالة والكتاب وكتاب شيء لا يسأل عن ما يفعله ويخلص 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 لماذا من يفعل ذلك لماذا مثلا أنه حر من الأشياء يفعله عنها لماذا استرق القفر السنوات ليس عندما يريد أن السنوات طويلة فيها صبر فيها مجابة ومعانا وفيها تحمل وفيها أداء واستمرت تلك الفترة سنوات طويلة حتى وصلت الرسالة سؤال الغريب عجيب لكن يوميا قدرك على بارنا ونحتاج إلى جواب الشافر وهذه ببعا نفسها اللي جزير من المسلمين بابا الزمان وطبقات الشباب بالأخص الذين يعني يتهمفزون ويبارون على الإسلام وعلى دين الله وعلى الله عنها وما يدور فيها من المحيط للأخير لماذا لا يتدخل الله عز وجل فرص فيه لا يتهم أحده ويسرح الأمر ويضعه إلى الأرض ويرفعه إلى الأرض خلاص هو قادر قادر على كل شيء ما في شيء طبعا ما في شيء والله عز وجل عفيته أشد غيرك مني ومنك على ديني منك شو غيرك ستر من غيرك الله على خرمات ولا حدودين كما قال النبي عليه ويسوز منك الله أشد غيرك منكم والله عز وجل أرحم بخطه منا وأرجى لهم والعطي ما ينفعه ألا يعلم عن خلق وهو اللطيف الخبير والذي خلق ويعلم كل ما يكون في صالح الإنسان لماذا لا يتدفع نشاهد القاتل وسفيته والعنف وأقوله مع المسلمين ونشاهد كثيرا من المسلمين يقول بعضهم بعضا وينعب بعضهم بعضا ويستحب بعضهم من الآخر بالملايين ويرغمة مستضعفة من أولها إلى آخرها وتشكب ظالمها وفجرها وأطاني آخرها ماذا هذا سكوت الله عيرب لي شيء قليل بالنجاة حد لحظة الله قال لا تغيرك لكم كل شيء ولكن الأنبياء والأخوة لو درسنا قصص الأنبياء الجميع وإن لكم في هذه حياتي كلها لوجدنا لوجدنا أن ما من أبي نصره الله بثلاث لا ما من أبي استجاب الله له مباشرة لا في مراحب في مراحب يعني الله عز وجل استجاب لنوح عليه السلام بعد كسع بيتي وخمسين سنة من شوق من العثاء والدعو صحيح لنا شو تنذل للحديث بقية سنحاول إن شاء الله بإجاز أن نفهم الحكمة من هذه الفرع الالهي ونسأل الله أن نعينا على موصل الرسالة وأن تقلقها مبتغها بإذن الله ورحمة الله شكرا شكرا شكرا